مجزون لأهم الأنباء من يمن شباب أهلا بكم أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز توجيها بإيداع ملياري دولار أمريكي وديعة في حساب البنك المركزي اليمني وقالت وكالة الأنباء السعودية واسنة توجيه جاء انطلاقا من اهتمام السعودية برفع المعانا عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية هذا وأعرب الرئيس هادي عن امتنانه للملك السعودي على توجيهه لدعم الاقتصاد اليمني والأخذ بيد الشعب اليمني لتجاوز معاناته وتحدياته التي تفاقمت بسبب تداعيات الحرب الانقلابية قال محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فارج سالمين البحسني قال انه وجه شركات الصرافة في المحافظة بوقف تداولات العملات الأجنبية دعا المحافظ خلال اجتماع بالقيادات الأمريكية في المحافظة اغلاق محال وشركات الصرافة التي تخالفت التوجيهات وضبط مالكها واكد ان وقف شراء وبيع العملات اجراء اولي حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى الدولة ميدانيا اطلقت قوات الجيش الوطني عملية عسكرية لاستكمال ما تبقى من منطقة عفية في مدرية برط العنان في محافظة الجوف يأتي هذا بعد ان حققت القوات الشرعية تقدما كبيرا في مدرية خبو الشعف وهي اكبر مديريات المحافظة هذا وسلم عدد من عناصر ميليشيات الحوث الانقلابية انفسهم الى قوات الجيش الوطنية في محافظة الجوف ورحب محافظ الجوف اللواء امين علي العكيمي بالعناصر التي سلمت نفسها الى الشرعية مضيفا ان الشرعية مشروع كبير يضم اليمنيين باطيافهم السياسية والفكرية والقبلية في مواجهة الميليشيات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون في صعدة توصل قوات الجيش الوطني باسند جويا من مقاتلات التحالف العربية تقدم ميدانيا باتجاه منطقة كتاف وكانت قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الايام الماضية من السيطرة التامة على عدد من الجبال والمرتفعات والتباب الاستراتيجية وسيطرة الكاملة على سوق البقع وتأمين الخط الدولي الرابط بين المحافظة او محافظتي الجوف وسعدة والذي يربط اليمن بالسعودية لقي القيادي في ميليشيات الحوث الانقلابية المدعو عبدالله الزنبي المصرع هو عدد من عناصر الميليشيات في مواجهات عنيفة في جبهة مقبن غرب تعز وأوضح قائد جبهة مقبن العقيد حميد الخليدي تابع للواء 17 مشاه أن الميليشيات هاجمت مواقع الجيش الوطني في منطقة القحيفة في مقبنة وتم التصدي لها وتكبيدها خسائر فادحة ولا تزال مواجهات مستمرة حتى اللحظة دشنا لواء الدفاع الساحلية العامة التدريبية الجديدة في العاصمة المؤقتة عدن وذلك بعرض عسكري حضرته قيادات عسكرية رفيعة وتخلل العرض استعراض لفرقة المهارات الخاصة والإنجازات التي حققها اللواء خلال العام الماضي على كافة المستويات أما في لحجة فقدشنا قائد اللواء 17 مشاب المحافظة لواء الركن أحمد تركي ومعه قائد المنطقة العسكرية الرابعة لواء الركن فضل حسن العام التدريبي والعملياتي القتالي المعنوي الجديد 2018 لقوات محور العند واللواء الثاني حزم بالمحافظة وأكد المحافظة التركي أن اللواء الثاني حزم هو أول الألوية التي تم تشكيلها دفاعا عن العاصمة المؤقتة عدن وتحريرها من الميليشيات الحوثية الإنقلابية بدأت السلطة في محافظة تعزة في إجراء نقاشات من شأنها تسهيل عمل المحاكم والسناف نشاطها في المحافظة وشدد الاجتماع الذي ترأسه وكيل أول المحافظة عبدالقوي المخلافي على ضرورة فتح المحاكم بمختلف مناطق المحافظة واستيعابها للقضايا المنظورة أمامها إلى موضوع آخر حيث قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسوف إن ثلاثة ملايين طفل ولدوا في اليمن تحت طائلة الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي الإيرانية وأوضحت المنظمة في تقرير جديد لها أن أكثر من خمسة آلاف طفل سقطوا ما بين قتيل وجريح منذ انضلاع الحاب في مهرس من العام 2015 أي ما يعادل خمسة أطفال كل يوم التقرير أكد أن أكثر من أحد عشر مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة وهو ما يعادل أكثر من نصف عدد سكان البلاد في وقت يعاني نحو مليوني طفل من سوء التغذية الحد هذا ما لدينا حتى الساعة ألقاكم في تمام التاسعة في آمان الله